تحرص مدينة شباب 20-30 على تقديم تجربة متكاملة بمنظور رياضي تثقيفي لفئة الناشئة نعم يأتي ذلك عبر تقديم عدد من البرامج الرياضية التي تعتمد على الحركة البدنية والدهنية في الوقت ذاته بمشاركة مدربين بحرانيين متخصصين في الرياضات الحديثة باسلوب خاص تقدم مدينة شباب 20-30 للناشئة تمارين رياضية متنوعة ومتقدمة تربط بين الحركة البدنية والدهنية يحرص المدربون فيها على تهيئة الأجواء المناسبة ليعيش المشاركين تجربة غنية بالمعرفة والتدريب على تكنيكات رياضية دقيقة رياضة الكاليستينيكس رياضة تستعمل فيها وزن الجسم للمقاومة وتقدر توصل تمارين ووزن الجسم لأشياء نفس توقف على إيدك وأشياء أحدها فن فمن بدلها مثلا الطفل يلعب بالستيشن بيحزره يلعب بالستيشن إذا وصل لفلات عالية في هذه الرياضة فبيجربها الحين بتعجبها بيمارسها في بيتهم بيتطور فيها إلى مستوى حد أحليه بعدين نأخذ الطلاب نعلمهم أساسيات الرياضة نعلمهم التكنيك ما للتمارين شلون يصعب التمرين شلون يسهل التمرين لأن التمرين بيختلف إذا كان وزن الشخص عالي أو أقل بس الكل بيقدر يسوي التمرين بطريقة ما الملاكمة هي رياضة أولمبية لازم احنا نهتم فيها وأهم عنصر في رياضة الملاكمة كلها الملاكم هو نفسه لما نختار نحن الناشئة الناشئة دائما تكون عقولهم نظيفة أو التأسيس دائما نرجع نقول التعليم منذ الصغر كالنقش على الحجر فلما أنا يبلي ناشئة مخ نظيف يستوعب هذه كله يعني مستقبلا حتى ممكن نحن نأخذها ينضم لنا في المنتخب ونطورها هذه يسمونها الفن النبيل رياضة اللي هي جدا راقية مبلل قتال في الشوارع رياضة هذه بتعلمها ويدها أشياء بتعزز اللي هو ثقة في نفسها بتقوي ذكرتها بتقوي جسدها بتعلم اشتروني دافع عن نفسها بتخليه يصير متواضع هذه البرامج الرياضية المتقدمة تهدف إلى رفع مستوى التعليم في المجال الرياضي وذلك عبر تغيير ثقافة الأجيال فالمدينة تطرح العديد من الرياضات الحالثة تعتمد على التنويع ما بين مفاهيم مختلفة تختص بالتمارين الرياضية والألعاب التنافسية وتعزيز لياقتي الفرد وسلوكه نحب نحببهم في الرياضة فكل شيء نعطيهم يكون عن طريق مسابقات واللعب يعني ما يكون كتدريب تدريب قلما هو يستمتعون في وقتهم أنهم ساعة واحدة يون ثلاث مرات في الأسبوع يستمتعون ويمارسون الرياضة طبعا دورنا الأساسي نحن نكون أول بول حاضرين مع المدرب ونطالع التداريب حيث أن أي شيء يصير حق الطفل لا سمح الله يتعرض حق إصابة أو شيء نحن نكون حاضرين ونتعامل مع الأصحافات الأولية ونقوم بالواجب طبعا أنا مساجل في مدينة الشباب ثلاث سنوات فكل سنة يعني أشوف مرامج غير وهالسنة قلت أشارك في كرة تسلة منها أتعلم أشياء أكثر وأطور من موهبي في كرة تسلة شاركت في بوكسينغ وأساسيات كالستانس صراحة حبيت أول شيء أساسيات كالستانس لأنها تقوّع عضلات كل الجسم من تحت لفوق مجالات متنوعة في القطاع الرياضي تقدمه مدينة شباب 20-30 على يد مدربين معتمدين لمنح المشاركين فرصة ذهبية لسقل مواهبهم من خلال تعريفهم بالأساسية السليمة عند ممارسة الرياضة لتكون بالنسبة لهم منهاج حياة برامج رياضية متنوعة ومتقدمة تطرحها مدينة الشباب للناشئة يقدمها مدربون محترفون لينقلوا خبراتهم للمشاركين وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتشجيع هذه الفئة العمرية على ممارستها والكشف عن مواهب بحرينية قادرة على المنافسة في مختلف المحافل خولة لجرينيس بمركز الأخبار تلفزيون البحرين